شكرا لكم الكاتب الصحفي في جريدة المدينة السعودية سيد نايف الحربي وأشكرك جزيلا شكر كنت معنا من الرياض وأيضا في ختام هذه الفقرة سيد العقيد بما يخص تعاون بحسب أيضا من حضروا هذه القمة اليوم قمة خليجية أيضا بمشاركة العراق والأردن ومصر ماذا ينتظر للمنطقة العربية ختاما معك؟ طبعا هو يعني دعوة العراق إلى القمة كان ملفت جدا للانتباه لأن العراق ليس الدولة مستقرة وليس الدولة حرة ولا تملك قرارها وحتى مصطفى الكاظمي اليوم في الاجتماع قال الرجل أو البارح عفوا قال العراق يريد التحرر من سيطرة القرار يريد أن يملك قراره فعلا هو يريد أن يملك قراره وطبعا هذه فيها رسالة لإيران بأنه يعني نحن متضايقون ولا نملك قرارنا ونريد التخلص وفيها أيضا يعني تعاون عربي لأنه يريد العودة إلى حضن هذا ليس يعني لا يخص مصطفى الكاظمي هذا يخص العراق كاملا لأنه لم يتكلم بإسمه هذا رئيس وزراء اليوم بكرة قد لا يكون فهذه نقطة مهمة وجود مصر والأردن حليف قديم لأمريكا ولم تتغير علاقته وكانت ماشية ضمن وضع منتظم ومصر والسعودية هما الركيزتان المهمتان اليوم بعد انهيار العراق لأن يكون القاعدتين الأساسيتين لتركيز يعني لاستقرار منطقة الشرق الأوسط شكرا لكم الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الرواد وكانت أبقى معنا فيه